دائما بصورة دورية ان احنا نطلع ونتكلم مع المواطنين ومع الخبراء على كل ما يسارر من قضايا ومن رأي عام في خلال هذه المرحلة الدقيقة جدا والاستثنائية اللي بيمر بيها العالم ومصر يمكن الحقيقة طبعا جزء لا يتجزأ من هذا العالم وتتأثر بتدعيات الازمة القاسية جدا اللي احنا كلنا اكيد بنتابع يعني تطوراتها وتدعياتها على مدار اليوم والساعة على مستوى العالم كله ويمكن الحقيقة يمكن ان النهاردة حابب ان احنا وإحنا بنتكلم مع بعض عايز اتكلم على اطار مستويين مستوى يعني رؤية الحكومة ايه وهي بتتعامل مع الازمة دي وهل الحكومة في خطة لديها وبتتحرك في اطار هذه الخطة ولا لا والحاجة التانية احنا بنتحرك ازاي علشان نوفر كل الخدمات اللي المواطن محتاجها وبنتعامل ازاي مع الازمات اللي ممكن كل شوية بتظهر في اطار ممكن ان يبقى فيه ارتفاع بعض الاسعار لبعض السلع او اختفاء حتى بعض السلع من حين لاخر وازاي ان احنا بنتعامل في هذا الشأن لكن خلينا اتكلم في الاول في اطار رؤيتنا احنا كحكومة بنتحرك ازاي في هذه الفترة ويمكن انا حابب ان انا اذكر حضراتكم بالمؤتمر الصحفي اللي الحكومة عقدته في منتصف مايو العام الماضي العام الحالي انا اسف لما بدأنا وكان ده بناء على توجيه فخامة الرئيس تتذكره في مؤتاقة في افطار الاسرة المصرية في رمضان ان الحكومة تعقد مؤتمر وتعرض فيه رؤيتها هتعمل ايه في اطار الازمة الكبيرة اللي كانت موجودة بالفعل احنا في 15 مايو عملنا هذا المؤتمر واعلننا ساعتها عن مستهدفات احنا كدولة بنستهدفها على مدار عام ان احنا ننفذها والحقيقة يمكن في هذا الوقت احنا اعلننا عن حزمة اجراءات وخطوات تصل الى حوالي 100 اجراء وكانت موزعة على خمس محاور رئيسية وانا حابب هنا ان احنا نتكلم بوضوح شديد على هذا الكلام المحور الاولي كان تمكين القطاع الخاص وان احنا ازاي ندي القطاع الخاص المساحة الاجبر في خلال الفترة قادمة المحور التاني كان دعم وتوطين الصناعة وتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات بتاعتنا بصورة كبيرة علشان نواجه التحديات الموجودة النقطة التالتة تبني خطة واضحة لخفض الدين وترشيد استخدامات النقد الاجنبي الجزء الرابع كان تنشيط البورسة المصرية والجزء الخامس هو توسيع قعدة المستفدين من برامج الحمال الاجتماعي والنهاردة يمكن احنا بعد يعني ستة اشهر بالزبط تقريبا من تنفيذ هذه الخطة احنا تخطينا نصف المستهدفات يعني احنا بالفعل نفذنا اكتر من خمسين اجراء من هذه المئة اجراء اللي احنا كنا محددينهم والغالبية العظمة منهم الحقيقة كانت معنية بمحوارين مهمين جدا تمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته وايضا طبعا برامج الحماية الاجتماعية الكبيرة اللي الدولة المصرية اتخذتها في خلال الفترة السابقة لكن خلينا اتكلم الحقيقة على نقطة مهمة جدا تمكين القطاع الخاص احنا اشتغلنا على اكثر من محور احنا ساعتها كنا قلنا ان احنا هنعمل وثيقة لسياسة الملكية اللي بتحدد ملكية الدولة اللي بتحدد الاجراءات اللي الدولة هتاخدها وايه القطاعات اللي الدولة هتستمر فيها وايه القطاعات اللي هتتركها للقطاع الخاص والحقيقة ان احنا يعني الحمد لله التزمنا بوعدنا ان احنا نخرج بهذه الوثيقة في اسرع وقت ممكن والحمد لله يمكن كنا خلصناها وبعدين طرحناها تلات اشهر للحوار المجتمعي وشارك فيها اكتر من الف خبير من كل المستويات وبعد كده يمكن عرضناها في المؤتمر الاقتصادي اللي الحكومة عقدته في شهر اكتوبر وفي اجتماع مجلس الوزراء السابق اللي هو ما حصلش ان اللي هو كان الاسبوع اللي فات مجلس الوزراء اقر الوثيقة بصورة نهائية وعلى اساس ان احنا نبدأ الاجراءات في اعتمادها بصورة رسمية وانها تبقى بتعلن كوثيقة دولة ستلتزم بتنفيذها على مدار الثلاث الى خمس سنوات القادمة هذا فيما يخص القطاعات اللي النهاردة كان توفقنا عليها مع كل المجتمع المدني ومع القطاع الخاص ايه القطاعات اللي الدولة هتفضل فيها وايه القطاعات اللي هتتركها للقطاع الخاص انا عايز اقول هنا لما عملنا هذه الوثيقة كان هناك توافق تقريبا يعني نقدر نقول خمسة وستين سبعين في المية على مسودة الوثيقة قبل ما نطرحها للحوار المجتمعي مع القطاع الخاص النهاردة مع الحوارك المجتمعي احنا تجاول نسبة التوافق الـ 85% يعني فيه تقريباً أخدنا الغالبية العظمة من تساؤلات والاستفسارات وتحفظات القطاع الخاص على الوثيقة وأدرجناها معانا في الوثيقة في سورتها النهائية الدولة النهاردة يمكن حضراتكم أكيد بتتبعوا والحمد لله أداء البورصة المصرية بيشهد شكل إيجابي عن الفترة السابقة وده في إطار الحقيقة القرارات التي خدناها كقرارات تنظيمية وقرارات طلعت بها هيئة الرقابة المالية مع البورصة والنهاردة الحقيقة فيه تنصيق كامل ما بين الجهتين على أساس أن يحصل تعافي وتنشيط لهذا السوق باعتباره أنه هو سوق مهم جداً والحمد لله النهاردة هو فعلاً بنتحرك فيه بصورة جيدة جداً الدولة المصرية أعلنت عن خطة للاستفادة من أصولها الموجودة وشغلين عليها بالفعل منذ هذا التاريخ سواء من خلال أنها هتبقى فيه خلال طروحات هتطرح على خلال الربع الأول من العام القادم إن شاء الله أو يعني مجموعة من المشروعات اللي بندخل فيها الشراكة مع المستثمرين استراتيجيين والقطاع الخاص ويمكن الكلام ده بيحصل على مدار الساعة أو على مدار اليوم علشان فعلاً يعني نرفع من كفاءة الاستفادة من أصولنا ونوفر عملة أجنبية لهذا الموضوع عشان نحن نقدر إن إحنا نتحرك في هذا الشكل الحقي يمكن في تحسين مناخل استثمار يعني أنا كنت حريص بصورة شخصية الحقيقة إحنا دفعنا في خلال هذا العام بالعديد من القرارات والإصلاحات والقوانين اللي من يعني شجعت بصورة بالرغم من الصعوبة البالغة اللي بيواجهها مناخل استثمار على مستوى العالم ولكن يعني الحقيقة يمكن آخر أرقام إن إحنا السنة اللي فاتت نجحنا فيه جذب حوالي تسع مليار دولار استثمارات مباشرة وده يمكن أعلى رقم نحققه من حوالي نقدر نقول خمستاشر سنة ومع ذلك هذا الرقم رقم إحنا مش هو ده الهدف على الإطلاق إحنا عايزين نضاعف هذه الأرقام ويمكن عشان كده يعني أنا كنا شكلنا مجلس الوزراء وحدة لحل مشاكل المستثمرين بتخضع مباشرة لإشراف رئيس الوزراء وبتابع حل المشاكل المستثمرين بيتقدموا فيها وبنشوف المشاكل بتاعتهم ونحلها بأسرع وقت ممكن والحمد لله هذه الوحدة اللي هي بتشتغل بصورة جيدة جدا الموضوع الآخر اللي إحنا يمكن كنسيات الرئيس وجه بتفعيله بصورة أسرع كبير ويتحط له آلية تمكن وتشجع قطاع الخاص وده اللي يمكن كنسيات الرئيس وجه به في الاحتفالية بمرور مئة عام على إنشاء اتحاد الصناعات كانت تفعيل والإسراع بموضوع الرخصة الزهبية والحقيقة يمكن هذا الموضوع تم تشكيل لجنة دائمة برئاسة رئيس الوزراء وعدوية الوزراء المعنين والجهات المعنية علشان هي دي اللي تتلقى طلبات المستثمرين اللي راغبين في الحصول على الرخصة الزهبية اللي مجلس الوزراء بالفعل حطت قرارات للضوابط إيه اللي هي المشروعات اللي تخضع وتحصل على الرخصة الزهبية وبناء على هذا الكلام الحقيقة كان أول اجتماع لللجنة كان لسه من أيام قليلة واعتمدنا في أول اجتماع ثمان مشروعات بصورة مبدئية وفي الحقيقة سلسلة من المشروعات اللي هتبدأ بعد كده تتحرك الهدف من خلال هذه اللجنة بنعمل إيه؟ بنتلقى وده اللي أنا يمكن عايز أأكد عليه إن إحنا فتحنا إن اللي عايز يتقدم يتقدم مباشرة في مجلس الوزراء عشان نسرع بالإجراءات يعني كان عادة قبل كده بيروح لجهات مختلفة وتبدأ هذه الجهات تدرس وتعرض في الآخر في هيئة الاستثمار علشان نطلع الرخصة الزهبية لا إحنا عشان نختصر المسافة تبقى لتوجيهات في خمط الرئيس تم تشكيل اللجنة في مجلس الوزراء بتجتمع بصورة يعني أنا قلت هتبقى بتجتمع بصورة إسبوعية أو بحق ده أقصى إسبوعين كل إسبوعين نجتمع عشان نعرض الطلبات اللي تقدم إلينا المستثمرين ونقر ونوافق على هذه المشروعات ونحولها لهيئة الاستثمار لاستخراج الرخصة في مدة لا تتجاوز العشرين يوم عمل يبقى كده بنعمل موافقة مجمعة ونخلص إجراءاتنا مع المستثمرين في خلال هذه الفترة والحقيقة إحنا أطلقنا منصة إلكترونية لهذا الموضوع ويمكن حضراتكم أتيحت ليكم عنوان المنصة عشان دي اللي حتبقى داخل مجلس الوزراء عشان نتلقى بصورة مباشرة طلبات المستثمرين للمشروعات دي وإن إحنا إزاي نسرع بهذا الكلام في خلال الفترة الجاية الحقيقة يمكن كان أحد أهم النقاط المهمة اللي إحنا يعني الحكومة دعت إليها برضو في ظل توجيهات فخامة الرئيس هو المؤتمر الاقتصادي اللي إحنا عملناه في شهر أكتوبر والحقيقة خرج هذا المؤتمر بيمكن أكتر من 125 توصية والنهاردة هذه التوصيات وكنسيات الرئيس وجه إن إحنا لازم يبقى فيه لجنة دايما لمتابعة هذه التوصيات وإن إحنا نترجمها كلها لقطة التنفيذية النهاردة فيه قرار يعني بيصدر من رئيس الوزراء بتشكيل مجلس وإمناء لمتابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي وتنفيذها على الأرض وده بالفعل القوام الرئيس لهذا المجلس هم القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين مش الحكومة علشان يبقى هم اللي بيتابعوا معنا تنفيذ هذه الإجراءات إن شاء الله ولكن أيضاً الحقيقة برضو تم إصدار قرار بتشكيل لجنة عليا اللي حتتولى الحقيقة الإعداد للمؤتمر الكبير برضو اللي كان أحد أهم توصيات المؤتمر الاقتصادي اللي هو حيبقى مؤتمر عالمي للترويج للاستثمار في مصر في النصف الأول من عام 23 وده بالفعل النهاردة بقى حيبقى فيه تشكيل صدر قرار بتشكيل اللجنة اللي حتبقى معنية بتنظيم هذا المؤتمر عشان نخرج به بأفضل صورة ممكنة للترويج للاستثمار في مصر وإن يبقى ده نافذة مهمة جداً ويمكن كان توجيه سيادة الرئيس إن هذا المؤتمر بعد كده حيبقى بيعقد بصورة دورية يعني كل سنة حيبقى هذا المؤتمر العالمي يعقد بهدف الترويج للاستثمار والمشروعات التنموية الكبيرة اللي موجودة جوا مصر الحقيقة في نفس الوقت الحقيقة الدولة المصرية النهاردة لإن طبعاً التحدي الأكبر ولا يخفى على حضركم جميعاً هو توفير موارد أكبر من العملة الصعبة وده للحقيقة الحكومة النهاردة شغالة على هذا الموضوع بالتنصيق مع كل الجهات مع البنك المركزي مع كل الوزارات على أساس هناك خطة وتصور واضح لتوفير العملة الصعبة في خلال الفترة الجاية لإن طبعاً إحنا نعي تماماً الفترة الاستثنائية اللي إحنا موجودة وبنتابع على مدار اليوم كحكومة إيه الصعوبات اللي موجودة وإزاي إن إحنا نزللها والخطة اللي موجودة النهاردة وموضوع محتوطة لغاية تلاتين ستة بصورة مبدئية كخطة عجلة تلاتين ستة تلاتة وعشرين يعني بنهاية العام المالي الحالي وأيضاً طبعاً على المدى المتوسط للسنتين تلاتة القادمين النقط دي كلها شديدة الأهمية لإن الموضوع مش موضوع حل مشكلة جات علينا وخلينا نتكلم بمنتهى الأمانة مشكلة حقيقية خارجية الدولة المصرية لم تكن مسؤولة عنها وهي مشكلة الأزمة العالمية اللي موجودة ولكن إحنا مطالبين بحل هذه المشكلة وتدعياتها على الداخل وعشان كده بنبقى حرصين كحكومة إن إحنا نضع التصور بتاعنا وبنتحرك فيه ولازم نبقى واخدين بالنا إن مش كل الخطوات يجب الإعلان عنها لإن بتبقى بعض هذه الخطوات يعني لازم إنها تحاط بقدر من يعني مش هنقول السرية ولكن إنها ما يتمش الإعلان عنها غير لما تتنفذ على الأرض لإن يعني لو إحنا أعلننا عنها مسبقاً ممكن يكون لها تدعيات سلبية وده دي حاجات الاقتصاديين كلهم عارفينها وبنتحرك في إطار هذا الشأن علشان نحقق كل المستهدفات في هذا الموضوع بإذن الله في خلال المرحلة القادمة علشان نصل إلى اللي إحنا عايزينه إحنا الحقيقة حتى توصيات المؤتمر الاقتصادي الحقيقة إحنا جلنا على مستوى المداخلات وجوه المواقع التواصل الاجتماعي اللي عملناها للمؤتمر الحقيقة مئات الأفكار الجيدة جداً من الشباب ومن الخبراء ومتخصصين اللي مشاركوش معنا في المؤتمر بقينا النهاردة في لجنة مسؤولة عن تنقيح هذه الأفكار وإنها نضع منها خطط تنفيذية إن شاء الله للتنفيذ في خلال المرحلة القادمة اللي عايز أأكد عليه إن إحنا بنتابع على مدار الساعة كل ما يثار على الاقتصاد المصري ويمكن أنا عايز أأكد هنا للمواطن وكل الخبراء مش كل الكلام اللي بيتقال يعني يجب أن نصدقه أو نعقله يعني لازم الأول نفكر فيه بالمنطقية ونشوف الموضوع ده بنتحرك فيه إزاي ونستمع لوجهات النظر المختلفة قبل ما على طول نندفع فيه أنا إسف أقول في تشيير الأخبار والحاجات دي واللي أغلبها بيبقى يعني في هذه الفترة بيبقى موجه أو مقصود بيه الإضرار بالاقتصاد المصري وبالتالي يمكن إحنا كنا حريصين غير إنه إحنا عندنا طبعا بنرد على الإشعاعات الشائعات اللي على طول على مدار الساعة ولكن أيضا يمكن إحنا جمعنا هنا مجموعة من أهم التساؤلات والأراء والأفكار اللي يعني مش عايزة أقول مغلوطة اللي تلت عن الاقتصاد المصري جمعناها في كتاب يمكن هم حوالي 17 تساؤل وآراء وحطناهم هنا عشان نرد على هذا الموضوع وإن شاء الله بنوزعهم على حضراتكم النهاردة وحيبقوا محطوطين على المواقع الإلكترونية عشان تفند الدولة بتفند يعني بطريقة يعني واضحة كل ما يثار عن الاقتصاد المصري اللي احنا عارفين كويس قوي احنا متأكدي ومحجش بيقول ان احنا مش في تحدي بالعكس هناك تحدي العالم كله بيواجهه واحنا جزء من هذا العالم وعندنا خططنا وعندنا رؤيتنا ان احنا نتعامل معاه ازاي فالنهاردة مثلا انا بقولها لحضراتكم عشان نبقى عارفين عندنا يعني مزاعم والدعاءات مختلفة عن حاجات كثيرة جدا من على سبيل المثال اثير في الفترة اللي فاتت موضوع ان السندوق النقد وان هو يعني البرنامج مش هيمشي وان المواعيد واصلو ما تعرضش في المعادل معين الكلام ده كله احنا ما بنحبش نتكلم عليه لكن من البداية احنا عارفين ومحدد الموعد اللي كان حيتعرت على مجلس ادارة صندوق النقد الدولي الملف بتاع برنامج مصر الجديد وعارفين من الاول ان هو يوم معين ومحدد لكن الحاجات دي زي ما بقول لحضراتكم ما بينفعش ان احنا نقعد نتكلم عليها كثيرا بالعكس الافضل ان خلاص بيتعمل على مستوى الخبراء والمتخصصين كل الاجراءات ولما بيتم الانتهاء منها بيتم الاعلان عنها وصاد كل الرأي العام فهدي بتبقى حاجات مهمة لازم كلنا نعي ان ناخد بالنا من كل هذه الاجراءات فدي انا حبيت الحقيقة احط هذا الكلام قدام بصر حضراتكم ولكن يعني خلينا اتكلم بقى على الشغل الشاغل للمواطن وهو ده اللي احنا حارسين عليه ده الجزء التاني من كلامنا النهاردة بالتأكيد احنا عارفين كويس قوي ونعي ان هناك ارتفاع في الاسعار ولكن الدولة المصرية بتحاول بقدر امكانيتها وقدراتها المادية والقدرات اللوجستية ان احنا نخفف من عب هذه الزيادات عن المواطن المصري وحدي لحضراتكم على سبيل المثال يعني احنا يمكن التضخم احنا عم بنتابع الارقام طبعا وبنشوف الزيادات اللي بتحصل لكن انا عايز اقول لحضراتكم من غير التدخلات اللي عملتها الدولة في موضوع اتاحة زيادة ارقام على بطاقات التموين عشان يستفيد منها فئات محددة من اللي احنا بنقول ان هما دول يعني اكثر تأثرا بالازمة اللي موجودة من خيل من غير الاجراءات اللي اتعملت لزيادة المرتبات وزيادة الحد الادنى والاهم عدم زيادة اسعار المرافق الرئيسية في خلال الفترة دي سواء الكهرباء او حتى بعض الحاجات الاخرى اللي احنا يعني اوقفنا الزيادات بتاعتها واعلننا ان احنا مش هنزودها لغاية تلاتين ستة لو لهذه الاجراءات كانت الاسعار ممكن كانت تروح في حتة تانية خالص زي ما بيحصل في كل الدول اللي انتوا حضراتكم اكيد بتابعوه فاحنا بقدر الامكان كدولة لان خدوا بال حضراتكم الدعم اللي بتقدموا الدولة ماهو ده على عاطق الموازنة بتاعتنا وعلى عاطق قدراتنا المالية ويمكن انا اتكلمت مع حضراتكم في هذا الموضوع اكثر من مرة وقلنا عشان برضو ما نقدرش ان احنا نتحمل اكثر من اللي احنا حطينه في اطار الموازنة عندنا احتياطيات بتصل الى حوالي 130 مليار بقينا موجهنها بالكامل لاستعاب جزء من الاثار السلبية اللي نتيجة للازمة العالمية ده هدفها الرئيسي عشان نتعامل مع هذا الموضوع ده شيء مهم جدا ان احنا بنتعامل به وبنتعامل به انا عايز اقول بمزم من دهب لان ببساطة شديدة الدولة المصرية عندها محددات كثيرة انا ممكن اندفع في ان انا احاول اشيل دعم كبير جدا 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 حينعكس على خسائر وديون وقروض اكتر على الموازنة اللي حيدفع تمانها احنا بعد سنتين وثلاثة وحندفع اكتر فلازم يبقى الموضوع بيتاخد بميزان وتوازن عشان نعرف نقدر ايه اللي نقدر نشيله وما يحملناش اعباء كبيرة تنعكس علينا في خلال السنتين والتلاتة وعلى الاجيال اللي بعد كده فبيبقى هذا الموضوع مهم جدا ان احنا نتحرك فيه مرة اخرى وانا بأكد ومش عيب ان احنا نقول هذا الكلام الدول المتقدمة واخد سياستها اي زيادة تحصل تنزل على المواطن لكن احنا كدولة عارفين تماما او ظروفنا وعارفين تماما المعاناة اللي بيبقى فئات في المجتمع المصري بتعاني منها فعشان كده بقدر الان كان بنحاول نتحمل عن المواطن هذا الكلام انما الاهم بالنسبالي مرة اخرى كدولة ان احنا ندعم الفئات اللي محتاجة دعم وده اللي بيحصل النهاردة من توسعة مظلة تكافل وكرامة الحاجات التموين اللي تمت زيادة المرتبات وكل الكلام ده وبرضو الدعم التموين اللي بيحصل للفئات اللي موجودة في البطاقات التموين لكن في نفس الوقت اهم شيء عندي ان انا توفير السلع وان السلع تبقى موجودة في كل مكان للمواطنين بقى للفئات الاخرى الكلام ده بيحصل فيه زيادات طبيعي بيحصل زيادات لان المدخلات زادت فما نقدرش ان احنا ليس من العدالة ولا المنطق ان انا اقول ما يحصلش زيادة لكن الاهم انها تحصل بطريقة عقلانية وعادلة وده الدور اللي احنا بنشتغل عليه لان لما بنجد ان هناك فيه زيادات غير مبررة بنبدأ نتدخل كدولة وهنا برضو تاني مرة اخرى التدخل بيبقى بحساب وده لازم نفهمه لان الموضوع مش موضوع ان انا ادخل واعاقب وااخد اجراءات يعني شديدة العنف في التعامل مع الموضوع لان ده بيؤدي على طول اختفاء السلع خلينا نتكلم بمنتهى الوضوح وبالتالي بيبقى الموضوع بعقلانية والتحرك بعقلانية وبالتعامل مع الغرف التجارية الموجودة والنصق معاهم ويتم ازاي التعامل فيه موضوع الاسعار والزيادات ولو لقينا في بعض الاحيان ابتدت تختفي بعض السلع بيبقى فيه توجيه لجهات الدولة بالتدخل علشان هذه السلع تخرج وتظهر للمجتمع وتبقى متوفرة للمواطنين واعتقد الحمد لله حتى هذه اللحظة احنا قادرين ان احنا يعني كل السلع الاساسية اللي المواطن بيطلبها هي متواجدة والنهاردة موجودة وحتى لما كان بيحصل بعض الشكوى من اختفاء بعض السلع لأيام كان بيحصل التدخل من الدولة علشان نقمن انها تتوفر ولازم نتوقع ان ده حيبقى مستمر طول من الازمة العالمية موجودة ويعني الموضوع مش هيبقى مرة وقتوق تتوقف حنلاقيها بتحصل وحنيبقى الدولة لازم بتتدخل عشان تتعامل مع هذا الموضوع انا بشرح لحضراتكم هذا الموضوع عشان نبقى كلنا زي ما سيادة الرئيس يمكن قال في الافتتاحات اللي في الايام الماضية الدولة او الحكومة مش في جانب والمواطن في جانب احنا كلنا مع بعض علشان نعدي هذه الازمة وبالتالي كلنا بنتكاتف مع بعض علشان نتخطى هذه الازمة العنيفة اللي العالم كله ما شاهدش يعني زيها ويمكن حضراتكم اكيد متابعين اللي بيحصل في الدول المتقدمة النهاردة انا مش هتكلم مبارح ولا اول بيحصل ايه والناس ازاي فيه شكاوى هائلة من اختفاء سلع من غلاء اصعار بصورة بقت بر حتى قدرات المواطن هناك ايا كان دخله ما هي العبرة مش موضوع الدخل انا كام قدرتي على ان انا اجيب هذه السلع وان انا اجيبها فاحنا الحاول الحمد لله الدولة المصرية بتحاول بقدر الامكان النهاردة وفي كل قدراتها وامكانياتها انها توفر هذه السلع للمواطنين وانها تبقى دايما متواجدة بقدر الامكان وان شاء الله ربنا يقدرنا على هذا الموضوع في خلال الفترة القادمة انا حبيت بس ان انا اقول هذا الموضوع يمكن اخر حاجة علشان بنتابع يومين هذا الموضوع كان فيه لقاء امس مع المصانع اللي هي بتنتج الاعلاف لصناعة الدواجن علشان نتابع معهم الموقف والكلام ده بيحصل بصورة انا عايز اقول لحضركم يومية ولكن يمكن ما بنعلنش عن هذا الموضوع بصورة يومية ومستمرة لكن ده بيحصل على مدار اليوم علشان نضمن ان يبقى فيه توافر في ضوء طبعا التحديات اللي موجودة اللي احنا لا ننكرها ولكن بنتعامل معاها على اساس ان احنا نضمن توافر السلع واستمرار واستدامة هذا الموضوع دي النقاط اللي انا حبيت النهاردة ان انا يعني اشارك حضراتكم فيها وااكد على ان الحكومة لديها البرنامج بتاعها لا اعلنها من شهر مايو الماضي وشغالين عليه وبنتحرك فيه ولكن كل يوم مع المستجدات اللي بتحصل بطريقة مفاجأة على العالم كله بنغير وبنناور وبيبقى لدينا المرونة ان احنا ناخد اجراءات وقرارات اخرى عشان نتعايش ونتعامل مع هذه الازمات بقدر امكان انا بشكر حضراتكم ولو في نقدر ناخد سؤال او اتنين انا تحت امركم ممكن ناخد سؤال فان تفضلوا سؤال عوض اشترك لحضراتك على وقود هذا الموضوع في هذه التوقت وفعلا من الناس في الشارع عندها تساولات مهمة للغاية واسمح لي ان اللحظات سؤال مهمة للناس بتتساول دلوية حوالي موضوع الدولار في الشارع وموضوع برضو اتهت يعني الى اي مدى يمكن ناجد عند حداك اجابة من رئيس الوزراء حول هذا السؤال لان حداك عارف لموضوع الدولار مرتبط بسرع استراتيجية مهمة للغاية في سلسلة لا تنتهي من السرع المهمة وبالتالي اللي اتمنان في هذا التوقيت على موضوع الدولار وايضا اسعار ده بالامس بيزيد موسى حضرتك طبعا الكلام على هذا الموضوع كلام يعني ما نقدرش ان احنا كده نتكلم بصورة مرسلة لان اي كلمة بتتقل من اي مسؤول بيبقالها تدعيات على السوق ولكن انا زي ما قلت لحضركم احنا لدينا خطة شغالين عليها كل اجهزة الدولة لتوفير موارد بصورة غير تقليدية من النقد الاجنابي في خلال الفترة القادمة وتحديدا لغاية تلاتين ستة يعني شغالين على خطة واضحة من هنا لغاية تلاتين ستة علشان نؤمن الاحتياجات من النقد الاجنابي والعملة الصعبة لتمكن الاقتصاد المصري ان هو يتحرك وخلينا يمكن ناخد بالنا ان يعني البنك المركزي يتحرك في قرار مهم جدا نحو موضوع المستندات التحصيل وإلغاء الاعتمادات المستندية انه رفع الرقم من خمس تلاف لخمسمائة الف وده ساعد في اخراج جزء كبير من البضايع لكن المازال هناك طبعا لسه هناك قائمة شغالين عليها بصورة تدريجية اللي عايز اقوله يمكن ده قلناه في اكتر من مرة وسيادت الرئيس وجه به موضوعه مش عيتحل في يوم وليلة ولكن احنا عندنا تصور ويمكن سيادته قال قدامنا شهرين ننهي فيها كل هذه المشاكل والتحديات الخاصة في موضوع الاعتمادات المستندية وده اللي احنا شغالين فعلا مع البنك المركزي عليه وبنتحرك فيه بصورة تائمة دي نقطة المهمة اللي انا عايز ااكد عليها فاحنا الدولة مصرية شغالة بكل جهدها في هذا الموضوع وان شاء الله تظهر هذه الاثار في خلال المدى القريب علشان نقدر ان احنا نرجع تاني للاستقرار اللي كان موجود في هذه الجزئية مرة اخرى ازمة كبيرة جدا قدت لهذه التحديات حان بنتعامل معاها وان شاء الله ربنا يقدرنا ونخرج منها في اسرع وقت الممكن دولة رئيس الوزراء يعني بالتأكيد يعني ملف السلع وجهود الحكومة القوية المستمرة في توفير السلع الاستراتيجية للمواطن المصري وده ملف يعني بيهتم به او بيهم كل المواطنين بكافة يعني فئاتهم سعدتك ذكرت اني في 130 مليار احتياطي بالضخم الدولة في سبيل انها تتحمل العبء على المواطن لتخفيف العبء عن المواطنين واستقرار السلع وعدم ارتفاع الاسعار بشكل يعني مبالغ فيه في نفس الوقت الحكومة بتعمل في اتجاه قوي وبالله يسيادتك على الجانب الاخر بعض التجار بيستغلوا الارتفاع السلع بشكل مش منطقي وبيعملوا وبيقوموا على التنفيق على ارتفاع هذه الاسعار يعني بشكل مبالغ فيه يفوق الخيال ونس في النهاية بترمي العبء سعدتك على الحكومة في حين ان الحكومة هي اللي بتتحمل العبء الأكبر بس الجاشع التجار بيدي صورة مش منطقية ومش الواقع نتيجة للمبالغة الغير عادية في الاسعار احنا عارفين سعدتك ان الاسعار طبعا مرتفعة في كل العالم بس هم من بيزودوها وفي نهاية العبء بيقع على الحكومة هل هناك رقابة قوية وتجديد على احتواء هذا الملف تاني خلينا اقول لحضرتك احنا بنحاول من خلال الجهات الدولة قوات المسلحة وزارة الداخلية وزارة التموين المحافظات ان احنا من خلال المنافذ اللي موجودة ان احنا نطرح السلع باسعار يعني جيدة جدا وملأمة جدا وده جزء مش هقول ان هو حيغطي ابدا كل الشعب المصري المية وخمسة مليون مواطن ولكن بيغطي جزء ليس بالقليل ولكن في نفس الوقت بقى البقية السوق هنا اللي انا كنت بقول لحضراتكم احنا بنتعامل مرة اخرى بميزان حساس لان يعني التدخلات تاني العنيفة احيانا بتفضي الى اختفاء السلع الناس بيخفوها وبالتالي بيبقى عندنا هنا تدخلات من دولة تتحرك من كل اجهزتها جهاز حماية المستهلك المحافظات وزارة الداخلية شرطة التموين كل الجهات دي مكلفة انها تتعامل مع هذه التجاوزات لكن وارد طبعا وبالتأكيد ان التجاوزات ممكن تبقى اعداد ليست بالقليلة وهنا يمكن دايما اللي انا كنت بقوله المواطن نفسه عليه دور انه يبلغ احنا عندنا ارقام ساخنة لجهاز حماية المستهلك والرق مجلس الوزراء نبلغ على الناس بعينها ان هناك نوع من المبلغة وعدم يعني المصداقية في الاسعار اللي بيحطها بعض التجار يبقى احنا عشان نقدر نتحرك احنا مش هنقدر مهما كان كدولة مهما كانت امكانياتها نغطي كل منافذ اللي بتبيع السلع على مستوى الجمهورية لكن هنا المواطن اللي هو شايف ان في حد بيبالغ بهذا الموضوع يبلغ ويقول لنا احنا بنتحرك ومحدش النهار ده قاعد وبنحاول بقدر امكان ان احنا نعمل هذا الموضوع لكن برضو بنطلب من المواطن انه يساعدنا في هذا الامر علشان الامور تستقر بإذن الله في خلال الفترة الجاي دولة رئيس مجلس الوزراء اسمح لي بس اسمح لي دولة رئيس مجلس الوزراء يعني ما هي الاجراءات التي لدى حكومة الدكتور مصطفى من البولي لجذب العديد من الاستثمارات الاجنبية رغم وجود الازمة الروسية الاوكرانية شكرا يا فن طيب احنا يمكن علننا عدد كبير جدا من الحوافز الجديدة اللي هي من شأنها انها تجذب الاستثمار وتزيد من مناخ الاستثمار في مصر سواء حوافز المشروعات الخضراء بعض الحوافز الاصناعات بعينها وقطاعات اقتصادية بعينها موضوع منظومة جديدة لإتاحة الاراضي لمشروعات الصناعة سواء حق انتفاع او تمالك بقيمة المرافق وحضركم اكيد متابعين هذا الموضوع الجزء الاخير وهو المهم اللي دايما المستثمر بيشتكي منه تعقيد الاجراءات وطولها عشان كده يمكن بناء على توجيه سيادة الرئيس كنا يعني حرصين على تفعيل موضوع الرخصة الذهبية والاسراع باجراءات اصدار الترخيص وعشان كده يعني الحياة انا مكتفتش ان الموضوع يترك لجهات الدولة ولكن حرصت على تشكيل اللجنة اللي برقستي علشان انا بنفسي اقاعد مع زملائي المعنيين انا بقولها اسبوعيا نصدر الترخيص في هذه الفترة للمشروعات الجادة اللي بتحصل يمكن النهاردة لو حضراتكم كنتوا بتتبعوا احنا شاهدنا توقيع عدد كبير جدا من المشروعات يعني في مجال الهايدورجين الاخضر ويمكن منذ ايام انا كنت موجود مع معالي وزير الاتصالات بنحتفل بتوقيع عقود مع 29 شركة عالمية ومحلية في مجال تكنولوجيا للمعلومات وصناعة التعهيد من شأنها انها هتوفر فرص عمل 34 الفرص عمل للشباب في خلال الفترة القليلة القادمة كل دي اجراءات النهاردة احنا بنشتغل عليها عشان هدفنا زيادة الاستثمارات بصورة كبيرة جدا وان مصر تبقى فعلا جاذبة للاستثمارات اهم شيء لازم ناخد بالنا ودي نقطة لازم اوضحها محدش كان حيجلنا من غير بنية اساسية من غير ما يبقى عندنا شبكة طرق كفقة من غير ما يبقى عندي كهرباء من غير ما يبقى عندي مياه من غير ما يبقى عندي غاز من غير ما يبقى عندي كل البنية الاساسية اللي تمكنوا ان هم يشتغل عشان دي نقطة دايما بنتكلم عليها والناس بتقعد بعض التعليقات اللي احنا دايما بنتبحها وايه كل المشروعات البنية الاساسية اللي انتو بتعملوها من غير هذين المشروعات ما حدش هيبص على بلدنا ولا يفكر انه ييجي فدي نقطة مهمة جدا اللي لازم ناخد بالنا منها بدون هذين المشروعات المواني المطارات اللي تتعامل كل ده بيتعامل من اجل حاجة واحدة تجذب الاستثمار وتوفر فرص عمل للفترة القادمة لكل شبابنا احنا عندنا تحدي وارجو حضراتكم نبقى كلنا واخدين بنا منه ويمكن يعني السيدة وزارة التخطيط قالته في اخر افتتاح احنا مطالبين كل سنة ان احنا نوفر من 800 الف لمليون فرصة عمل انا بقولها لحضراتكم بصوا على ضخامة هذا الرقم وشوفوا ازاي كدولة يعني انا حقولها بمنتهى الامانة يعني ولا حتى دول متقدمة احنا ممكن تكون لديها القدرة انها توفر هذا العدد لكن الدولة المصرية بتعمل باقصى جهد ممكن عشان تتيح هذا الموضوع وده شيء مهم جدا برضو جزء من الكلام اللي بيتقال خدينا نتكلم بمنتشف وقفوا المشاريع القومية بلاش الفترة دي نعمل مشاريع قومية بلاش يعني من غير يعني كلام على عواهنه بيتقال ما حدش واخد باله ان المشاريع القومية دي فتحة ملايين البيوت وملايين من شباب مصر بيكلوا عيش من هزيه المشاريع ومعنى ايقاف عدد من هزيه المشروع او يعني ايقافها معناها ان الناس دي طب حيبقى فين البديل فين البديل لفرص العمل ليهم في خلال هزيه الفترة اللي احنا نعي تماما في ظل هزيه التحديات اقطع الخاص نفسه بيعاني من البقاء والصموت علشان يفضل موجود فالنهاردة كدولة احنا حرسين كل الحرص ان احنا نشتغل على هذا الموضوع وكله في سبيل جذب استثمارات ونكتذب استثمارات خارجية علشان تخلق فرص عمل احنا مش بنكتذب الاستثمارات لمجرد ان احنا نطلع ونقول احنا بقى عندنا استثمارات خارجية لا هو هدفها ايه كله فرص عمل للشباب المصري في خلال الفترة الجاي انا بشكر حضراتكم وان شاء الله على لقاء باذن الله قريبا باذن الله